وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية وذلك بشأن تعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني ولتوعيتهم الثقافية والصحية يستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل وذلك في إطار مجالات التدريب ونص ببروتوكول تعاون على التدريب على تقنيات الدكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية واستعاب الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التنمية الشاملة